فكرة التنسيق والتنظيم وأن الناس رايحة عارفة هتعمل إيه والترتيب مع شركة تسكرتي أعتقد دي حاجة مدية بعد أكثر حرفية وأكثر احترافية في التنظيم والناس بتبقى دايماً الأهالي بتبقى حبة أن البنات تبقى عادة في البيوت والشباب ما تبقاش موجودة في تجمعات كتير بالزادة في الأيام ما كان الزحمة ولكن لما نلاقي تنظيم ده شيء بيدي مزيد من الشعور بالأمن والأمان أنا أعتقد أنه السنوات اللي فاتت مع بداية تجربة تنظيم شركة تسكرتي للفعاليات الفنية والرياضية المخاوف الكتير اللي كانت بتبقى موجودة حوالين فكرة سوق التنظيم التعرض للمضايقات المشاكل الأمنية الموجودة الحاجات دي كلها الهواجس دي كلها ما بقتش مطروحة وبقتش موجودة وخصوصاً في الحفلات الفنية لأنه مثلاً أنا واحد من الناس المتابع ومهتم وبروح وبشوف كان زمان بيبقى مثلاً عندك فكرة إيه أنه الحفلة دي مطبوع لها مثلاً 30 ألف تسكرة فتلاقي اللي جاي لك 50-60 ألف فكان بيحصل فيه مشاكل دلوقتي لأ بقى فيه تقنين وبقى فيه تنظيم أنه تسكرتي بتحدد عدد التذاكر عدد الحضور أماكن الحضور فيه عملية تنظيمية دقيقة جداً فأنت بتضمن أنه الحفلة اللي مثلاً لها ساعة معينة هتضمن أن الساعة دي هي اللي هتكون مخصصة الأماكن ونقطة مهمة جداً كمان أنه الحفلات اللي بتنظمها الشركة المتحدة غالباً وعادة دايماً بيبقى فيه اهتمام بفكرة الحضور العائلي وأنه دايماً العائلات بيبقالها مكان ده لا يتعارض ولا يمنع فكرة أنه هي حفلات بالأساس موجهة للشباب لكن أنت تقدر تكون عازم أو داعي كل الفئات وفاتح لكل الفئات بس هي بتتعلق فكرة أنت بتنظم إزاي زمان كنا أنا لما نسمع الحفلة يقول لك الحاجزة تذاكر كشك في مدان سفينكس أو قدام بادي الشمس أو قدام الإيوطليبس هليوبلس أو ونطلع ونروح ونلاقي التذاكر تقف بتلت ساعات تستنى نهارده الموضوع بقى أونلاين وانت بخلاف أنك بتريح الناس أونلاين الشركة نفسها عارفة أنت مين حسابك البنكي إيه اسمك إيه موبايلك إيه لو حصل أي أبديت للحفلة تلغيت أو كده إزاي ده أثر أو بيأثر أو حيأثر أيضاً على التنظيم ده التطور الطبيعي لفكرة تنظيم الفعاليات لأنه إحنا كنا بنتكلم زمان نقول إيه في مطشاط الكورة في إنجلترا مثلاً بيبقى الفان آيدي بتاع المشجع والتذكرة بتاعته والحجز أونلاين من قبل ما الدور يبتدي وده كان بيحصل في كل الفعاليات يعني التطور الطبيعي لفكرة حجز تذكر الحفلات والحضور ده حصل من سنين مش هقول طويلة بس العالم كله بقى يفكر بالشكل ده وبيشتغل بالشكل ده إحنا عادنا ستين سابقة بنتعامل مع الأمور بشكل في نوع من العشوائية والوراقية لا اتهدفك في النهاية أنك تريح المشاهد أو المتفرج فبتوفر له السبل أنه مين دلوقتي ما بيعملش أغلب الحاجات في حياته عن طريق الموبايل وعن طريق الحاجات الأونلاين ده وصل أنك بتشتري هدومك أونلاين دلوقتي حصل فطبيعي جداً أنك تبقى حجز تذكر الفعاليات أو الحفلات يبقى أونلاين ويبقى ده أسهل أنت دلوقتي مش محتاج أنك تنزل تضرب مشوار زي ما حضرتك قلت لمكان في آخر الدنيا وتقف تستنى عشان تكون تذكرة وممكن ما تلاقيهوش فأنت دلوقتي وانت قاعد في بيتك بتحجز تذكرتك وبتدفع تمن التذكرة عن طريق الكريدت كارد بتاعك فالأمور فيها سهولة وبتروح تستلمها بمنتهى السهولة ففكرة التسهيل أصلاً ده أنا شايف ده التطور الطبيعي للتعامل مع الأشياء فأتمنى أن نحن نستمر في هذا المنهج ده حيفضل الشكل السائد لا طبعاً خلاص هو ده الشكل السائد في العالم كله بقى كده فطبيعي أننا نبقى برضو ماشيين على هذا النهج